في الملف الأخير من الحرة الليلة إيران وموقف أخير أيضا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد فيه مرة أخرى استعداده للقاء مسؤولين إيرانيين من دون شروط مسبقة وذلك في معرض إشادته بعملية التبادل الأخيرة بين مواطن إيراني كان محتجزا في الولايات المتحدة بتهمة خرق العقوبات ومواطن أمريكي احتجزته طهران بتهمة التجسس وفي داخل الإيراني نتابع تصريحات الرئيس روحاني عن ميزانية تقشف في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلد اعتراف إيراني جديد بتأثير العقوبات الأمريكية هذه المرة على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء عرضه ميزانية بلاده المقبلة أمام مجلس الشورى نعلم جميعا حجم المشكلات التي تواجهنا في تصدير النفط مع ذلك نركز جهودنا على أن تكون حياة الناس أقل صعوبة روحاني الذي قال أن الميزانية تفترض استمرار العقوبات الأمريكية القاسية أوضح أن حجمها يصل إلى 134 مليار دولار بما في ذلك قرد من روسيا بخمسة مليارات دولار لا يزال العمل جاريا على إعداده أما أهم البنود التي يتضمنها مشروع موازنة العام الجديد فيتمثل في زيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15% في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية التي أثارها قرار رفع أسعار البنزين الشهر الماضي والذي تسبب باندلاع احتجاجات دامية في أنحاء البلاد راح ضحيتها أكثر من ألف قتيلا وفق الخارجية الأمريكية لكن ورغم تصنعه الإحساس بمعاناة الناس لا يبدو أن نظام طهران مستعد للتخلي عن أي من سياساته الداخلية أو الخارجية التي أوصلت شعبه إلى حالة الانفجار وهذا ما يدل عليه وصف روحاني للميزانية الجديدة بميزانية الصمود ومواجهة العقوبات في تجاهل واضح لكل الرسائل التي تصدر من واشنطن حول إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع آخر هذه الرسائل ما كتبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر بعد إنجاز صفقة تبادل سجينين بين البلدين عبر وساطة سويسرية فقد أشاد بإفراج طهران عن الباحث الأمريكي شوي وانغ ومبادلته بالعالم الإيراني مسعود سليماني الذي اعتقل العام الماضي بتهمة تصدير مواد بيولوجية إلى إيران معتبرا أن صفقة التبادل منصفة وتشير إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع إيران هل تتلقف طهران هذه الدعوة للتفاوض مع واشنطن؟ إن لم تفعل فهي على الأرجح تخاطر بانفجار شعبي يتجاوز كل ما سبق خصوصا بعدما تخطى معدل التضخم الأربعين بالمئة وسط توقعات أيضا بأن ينكمش الاقتصاد الإيراني بأكثر من تسعة ونصف بالمئة هذا العام إلى واشنطن السيد ماثيو بروسكي الباحث في مجموعة الدراسات الأمنية ونيويورك كاميليا انتخابي رئيس التحرير صحيفة اندبندنت الفارسية أهلا بكم مرة أخرى ماثيو دعني أبدأ معك عن الموقف الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو طبعا موقف مكرر أنه يمكن التواصل إلى اتفاق مع إيران ومستعد للقاء المسؤولين الإيرانيين من دون شروط مسبقة تفضل هنا الواضح أن التفاصيل غير معروفة الولايات المتحدة تريد وضع ضغط على إيران لدفع إيران لطولة المفاوضات الآن الرئيس لم يظهر رغبة في تخفيف العقوبات وهو أمر فعله الرئيس أوباما في الماضي لدفع إيران باتجاه طال التفاول هناك شروط مسبقة لدى الرئيس الضغط سيستمر وسيزداد حتى تأتي إيران إلى الطاولة هذا هو الهدف من كل ما تحاول الولايات المتحدة أن تفعله الآن الرئيس قال دائما أنه يحاول أن يطلق صراح الأمريكيين المحتجزين في إيران رأينا ذلك في تركيا وفي أماكن أخرى إذن هذه كانت فرصة لتبادل السجناء وأطلاق صراح الأمريكيين الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني في إيران ولكن ماثيو على الأقل نحن الآن بدنا نعرف أن هناك قناة اتصال عبر طرف ثالث أو قناة اتصال غير مباشرة ما بين واشنطن وطهران هل لدينا معلومات ضفية؟ نعم يبدو أن هناك قناة سويسرية ولكن كان هناك أناس في حكومتنا كان لديهم اتصالات في الماضي فكرة الحديث بين الحكومتين ليست مشكلة كبيرة نقل الرسائل هذه ليست مشكلة المشكلة هي إقناع إيران بأن ليس لديها خيار سوى التفاوض على اتفاق سيمنعهم من الحصول على أسلحة نووية وسيتطرق إلى النقاط الأخرى الهامة التي حددها وزير الخارجية مثل تغيير سلوكها السيء هذا لا زائزال محل بحث ولا داعي أن يكون هناك مفاوضات مطولة ودراما مطولة ولكن من الصعب جدا إيجاد اتفاق يضمن المكاسب للطرفين وقت ذلك كان في عام 2015 عندما تم الاتفاق حول الاتفاق النووي ولابد على إيران أن توافق على المطارب الإيرانية كاميلي أهلا بك معنا في الحرة الليلة ودعينا أنطلق من هنا لأن سيد جواد ضريف وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له أيضا أشاد بعملية التبادل ويبدو أنه في تغريدة نادرة أنه ضريف لا يهاجم الإدارة الأمريكية بشكل مباشر وبالمقابل ترامب هل ترين أي اختراق هنا في مسألة تبادل السجناء ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مساء الخير لا أظن لا أظن أن هذا سيؤدي إلى تغيير كبير في سياسة إيران باتجاه الولايات المتحدة تبادل السجناء أمر عادي حتى بين الدول المتحاربة ولكن هذا التبادل خفف قليلا من التوتر بين البلدين ولكن لا يعني ذلك أنهم منفتحين على التفاوض سلوك إيران في المنطقة لم يتغير وكان هذا أحد المطالب الأمريكية من العراق إلى اليمن إلى لبنان نرى أنه لم يتغير شيء ولا حتى في إيران حيث رأينا احتجاجات ضخمة وتعامل معها النظام بقسوة هناك حاجة لإيران للحديث مع الولايات المتحدة بسبب الاقتصاد الوضع الاقتصادي السيء ولكن الإذن يجب أن يأتي من المرشد الأعلى خامنئي فعلينا أن ننتظر ربما هل سيكون هناك رئيس مختلف في الولايات المتحدة هذا هو ما ينتظره النظار النظام إذن مسودة الموازنة دليل على أنهم سيستمرون المقاومة ضد الضغط الأمريكي على إيران يعني ولكن كاميليا ألا ترين أيضا نحن الآن أمام معطى مختلف أنه على المستوى الداخلي هناك ضائقة معيشية بالنسبة للإيرانيين اعترف بها الرئيس روحاني الميزانية أيضا ربما تعكس هذا الأمر ومظاهرات خرجت ترفع صور يسقط الدكتاتور في إشارة إلى المرشد الأعلى عدد كبير طبعا من القتلى سقط ولكن المعطى الآخر المهم أن النفوذ الإيراني يتعرض أيضا لصفعات قوية في العراق ولبنان وما هو سؤالك؟ نحن نتحاور ماذا ترين في هذا؟ أنت ذكرت الاحتجاجات في إيران النظام صائق عندما رأى الناس في كل المدن الإيرانية خرجوا إلى الشارع خاصة في المناطق الريفية الأماكن التي كانت تدعم النظام في الماضي وقالت يسقط الدكتاتور هذه كانت صدمة أيضا تأثير هذه الصدمة أثر على المناطق في المنطقة في اليمن مثلا تم وقف سفينة كانت تحمل صواريخ أو أجزاء صواريخ إلى الحوتين لو كانوا يريدون التغيير لكانوا فعلوا ذلك عند تجديد الضغوط عليهم أي تغيير جوهري في السلوك الإقليمي معناه تغيير في أركان النظام وهم لا يريدون فعل ذلك لو فعلوا ذلك ستكون هذه نهاية لحكمهم تدخلهم في الإقليم وهم مستعدين لقهر المتظاهرين في مقابل استمرار دعمهم للأنظمة في المنطقة أيضا الشعب العراقي واللبناني يعاني كثيرا وكان هناك احتجاجات ضد الوكلاء الإيرانيين في بلالهم وطلبوا من إيران أن تغادر أي تغيير في النظام في حكومة لبنان والعراق سيوقف نفوذ إيران وهم يمكنهم أن يحققوا تغييرات كبيرة من خلال ذلك ولكن هذا مستبعد تحقيقه في الوقت القريب والنظام غير مستعد لذلك ورأينا أيضا هناك المصلحين يقفون بجانب المتشددين الآن الكل يقف معا في مقابل أظروف الصعبة التي وجهها النظام ومن الصعب جدا وغير الواقعي أن دار تغيير وضحت الفكرة دعيني أعطي الكلمة الأخيرة لسيد ماثيو أنه هل بالفعل نحن أمام معطى آخر بخصوص إيران التطورات في داخلها وكذلك أذرعها في المنطقة أم أن الكلام الذي تقول كاميليا هو كلام أدق أن إيران لم تتغير أعتقد أن إيران لديها بعض الأركان من وقت الثورة في عام 1979 منها معارضة إسرائيل وتصدير الثورة معارضة أمريكا وهذا هو ما كانوا يسعون للحصول عليه وأولياتهم الأولى على الرغم من الافتقار للأموال وزيارة الضغط الأمريكي هم لا زالوا يستمرون في دفع وكلاءهم حزب الله وغيرهم هذه الأمور الأساسية التي يريدوها النظام وأشعوب في المنطقة وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان كلهم يرون أن إيران تجعل حياتهم أكثر بؤسا وأقل احتمالا إذن الشعب الإيراني يريد التغيير ولكن لا أرى كيف يمكن لإيران أن تضحي بذلك هناك تقارير عن شحن إيران لصواريخ باليستية إلى سوريا لاستهداف إسرائيل ربما في المستقبل هذا أمر إيران تراه ضروري للإنفاق لا تهتم بشعبها ولا تهتم بالشعوب الأخرى الواقع المؤسف الذي تعمله من سوريا هو أنه بسبب الرد الفعل الدولي الضعيف ومئات الألاف الذين قتلوا في ذلك البلد نعلم الآن أن إيران تعتقد أنها تستطيع أن تفلت بأي شيء لقمع هذه المظاهرات في بلادها أو في بلاد الأخرى وهذا أمر لا أظن أنها كانت تستطيع تعتقد أنها يمكن تحقيقه في أثناء الثورة الخضراء لقد قتلوا الكثير في الفترة الأخيرة أكثر مما قتلوا في 2009 إذن المسار سيكون صعب في المستقبل وأمل أن تحصل المتحدة على دعم من حلفاء في أوروبا الذين يحاولون الاستمرار في التجارة مع إيران روسيا أعطت قرض خمسة مليار إلى إيران هذا لا يساعد يمكن أن نستعمل حلفائنا بشكل مفيد شكرك جزيلا ماثيو بروتسكي الباحث في مجموعة الدراسات الأمنية كاميليا انتخابي رئيس التحرير صحيفة انديبندن الفارسية شكرا لكم